السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحيم معكم من أستاذ عبدالعز الروبي مدرس مادة العلوم صف الثاني ابتدائي اليوم عندنا الدرس المغناطيسيات في الفصل الحادي عشر نقرأ أولا السؤال الأساسي ما هي المغناطيسيات أو ما المغناطيسيات وكذلك المفردات التجاذب قطبة المغناطيس التنافر إذن ماذا تفعل المغناطيسيات يمكن للمغناطيس أن يجذب أو يسحب بعض الأجسام كما يمكنه أن يجذب الأجسام حتى في وجود بعض الحواجز الصلبة أو السائلة أو الغازية يستطيع المغناطيس القوي أن يجذب الأجسام البعيد عنه وكلما أبتعد المغناطيس عن الجسم ضعيفة قوة جذب الجسم نرى هنا في التجربة أمامنا يا شباب أن المغناطيس يجذب مشبك الورق كما هو موضح أمامنا وكذلك يستطيع أن يثبت الأوراق على المعادن طبعاً لا تجذب المغناطيسات الكثير من المواد ومنها الخشب والأستيك وبعض المعادن ومنها النحاس يعني المغناطيسة بصحة للتعبير أنه يجذب فقط الحديد أو المواد التي تحتوي على نسبة من الحديد هل يجذب المغناطيسة القلم ولماذا لا يجذب المغناطيسة القلم لأنه لا يحتوي على حديد طبعاً هنا نقصد هنا القلم الرصاص لأنه لا يحتوي على ماذا؟ على حديد وبعكس النظر أن هناك قلام تحتوي على حديد فأنه يجذبها المغناطيس طيب نأتي إلى المصطلح الآخر اللي هو قطبي المغناطيس طبعاً المغناطيس كله قطبي قطب شمالي وقطب جنوبي طرفها المغناطيس يسمي قطبي المغناطيس قوة الدفع أو السحب للمغناطيس تكون أكبر مما يمكن عنده قطبي ولكل مغناطيس قطب شمالي وآخر جنوبي طيب يا شباب إذا وضعنا المغناطيس القطب الشمالي كما هو موضح أمامنا هنا مقابل القطب الجنوبي فأنه يتجذب طيب إذا وضعنا العكس القطب الشمالي أو العفوا القطب الجنوبي عند القطب الجنوبي فأنه يحدث هناك ماذا؟ تنافر كما نرى هنا الأسهم أنه يحدث هنا ماذا؟ تنافر طيب إذا وضعنا قطبي القطبين الجنوبيين أحدهمها بجانب الآخر فسوف نلاحظ أنهما يتنافران أي يدافع كل منهما الآخر بعيدا كذلك نعرف أن المغناطيس تختلف من قوتها بعضها قوي وبعضها ضعيف جدا طبعا الأرض عندنا هنا كما نشاهد أنها تحتوي على قطب شمالي وقطب جنوبي كوكبنا الأرض مغناطيس ضخم مثل أي مغناطيس عادي له قطب شمالي وقطب جنوبي البوصلة مغناطيس ولها مجال مغناطيسي حيث تتجه الإبرة البوصلة إلى القطب الشمالي للأرض كما نشاهد هنا البوصلة أمامنا إبرة البوصلة مغناطيس وتحدد بها الاتجاهات طيب السؤال هنا عندي في أي جزء من المغناطيس يكون الجذب أقوى ما يمكن عند الغطبين طيب أفكر وتحدث وأكتب رقم واحد مشكلة وحل مغناطيسيان تنافران كيف أجعلهما يتجاذبان بعض القطبين لأحد المغناطيسيين فإن المغناطيسيين سيتجاذبان يعني مثلا أجيب القطب الشمالي عند الجنوبي هنا يحدث تجاذب طيب إذا جبت العكس اللي جبت مثلا الشمالي عند الشمالي أو الجنوبي عند الجنوبي هنا يحدث التنافر إذن رقم اثنين ما الذي يجذبه المغناطيس كما قلنا قبل في الدرس أنه يقول أي مادة تحتوي على حديد فإنه يجذبها المغناطيس بشكل أحرى رقم ثلاثة السؤال الأساسي ما هي المغناطيسيات هي مواد مصنوعة من حديد لها قدرة على جذب الأجسام المصنوعة من الحديد أيضا طيب هنا أمامنا تجربة أننا نضع المشبكة الورق ونقوم بالمغناطيس بمحاولة جذبه كما نرى في الصورة طيب عندنا مراجعة للفصل الحادي عشر أولا نبدأ بالمفردات أكمل كل من الجمل التالي بالكلمة المناسبة تتوقف رقم واحد تتوقف الكرة المتدحرجة على الأرض أرض الغرفة بسبب ماذا هناك يكون بين الكرة وبين الأرض يكون فيه التلامس لذلك يسبب ماذا يسبب احتكاك يؤدي لتوقفها رقم اثنين طرف المغناطيس يسمان ماذا زي ما قلنا في الدرس السابق أنه يسمى القطبي رقم ثلاثة تسقط الأجسام على الأرض بفعل قوة ماذا قوة الجاذبية رقم أربعة القطب الشمالي لمغناطيس فراغ مع القطب الشمالي لمغناطيس آخر إذن هنا القطب الشمالي وقطب شمالي آخر يحدث ماذا يحدث تنافر كذلك الجنوبي مع الجنوبي يحدث تنافر طيب رقم خامسة المغناطيس فراغ الأجسام التي تحتوي على حديد يجذب الأجسام التي تحتوي على حديد رقم ستة نستطيع تحريك الأشياء باستخدام قوة مختلفة طيب هنا عندي سؤال ماذا تفعل الجاذبية الجاذبية الشباب قلنا أنها تسحب الأجسام في تجاه الأرض هنا السؤال بعد رقم تسعة هل يستطيع المغناطيس جاذب زر بلاستيكي ولماذا لا لا يستطيع ليش لأننا قلنا أن المغناطيس لازم أنه يجذب الأجسام التي تحتوي على حديد طيب عندنا رقم عشرة هنا كيف تتحرك الأشياء قلنا الأشياء تتحرك بواسطة بواسطة القوة المؤثرة عليها طيب عندنا هنا يا شباب تقويم حل نموذج الاختبار اخترى الإجابة الصحيحة انظر إلى الرسم المجاور ما القوة التي يستخدمها الطفل لإغلاق الباب الصفحة طبعا 127 طبعا هنا قوة قوة دفع دفع يعني ننظر هنا للطفل انه يستخدم قوة الدفع طيب ما الأجسام التي لا تستخدم لا تنجذب إلى المغناطيس عندنا الاقتيارات هنا مشبك ورق مقصات دبابيس شريط مطاطي طبعا المشبك والمقصات والدبابيس كلها تحتوي على حديد إذن الإجابة الصحيحة اللي هي شريط مطاطي شكري لكم حسن استماع المشاهدة وبالتوفيق إن شاء الله السلام عليكم شكرا